السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلاب وطلابات الصف الرابع الابتدائي في شرح الدرس الرابع من يونيت تويلف. اوكي? اهلا درسي حضرات اسمه انجلز. انجلز يعني الزوايا. انا عندي تلات انواع من الزوايا هنعرفهم مع بعض. عنده الزاوية القائمة دي مجالسها تسعين. وعندي دي الزاوية المنفرجة بتبقى اكبر من الزاوية القائمة. وعندي اكيوت انجل الزاوية الحدة ودي اصغر من الزاوية القائمة. اوكي? ده بقى الجزء الخاص بالمسل. تحدس النهاردة بقى على الدراجة الجديدة. وعندي قصة النهاردة اللي يفهمها مع بعض. يبدأ بالكلمات. اولد بايك. اولد بايك. اولد بايك. دراجة قديمة. باسكت. باسكت. سلة. باسكت. باسكت. دهان او طلاق. شد. شد. كوخ او حزيرة. سيت. 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 مقعد. متل. معدن. متل. متل. معدن. سبيشال. 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 خاص او مميز. present. هدية. لذر. لذر. الجلد. حقا. ريلي. ريسايكل. ريسايكل. يعني معاد تدويره. توي كات. كطة. لعبة. money. الفلوس او المال. توي. لعبة. تشينج. يغير. تشينج. يغير. تشينج. اوكي. انا عندي بقى لفعال المنتظمة. remember. 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 يتذكر. remember. تذكرا. remove. remove. يزيل. removed. remove. removed. paint. paint. painted. painted. protect. protect. ياحمي. protected. sink. think. thought. ride. road. see. saw. find. found. ننتقل الى. important expression and proposition. تعابيرات وحروف القر الهمة. عندي. take a lot of time. يستغرق وقت طويل. take a photo. يلتقط صورة. at the front of. في مقدمة. give a present. يعطي هدية. وهنا بقى عندي. the new bike. الدراجة الجديد. tomorrow is my sister. Laura's birthday. غدا نعيد ملات اختي. i want to give her a present. عايز ادي هدية. but i have no money. ولكن ما عنديش فروس. she really want to the bike. هي عايزة دراجة. and then i remember we have an old bike in the shed. وتذكرت احنا عندنا دراجة قديمة في الخزانة. I love recycling and I think I'm a toy doctor. بحب انا عادة التدوير واعتقد ان انا طبيب العاب. I take the bike. خدت الدراجة. from the shed. and clean it to. نزفتها. I remove the old metal. زلت المعدن القديم اللي هو صادة يعني. this takes a lot of time. ناخد وقت كتير. because it's very old and brown. لونها كان بني وقديمة. I talked to my uncle. تحدثت مع عمي. and he gave me some special paint. ودني بعض الدهانات الخاصة. to protect the bike. عشان احمد الدراجة. then I painted it pink. بعد كده لو انتهى لون ايه? pink. my sister's favorite color. لون اختي المفضل. لونها لون البنك. I put a new seat on the bike. حتيت مقعد جديد على الدراجة. it's leather and brown. يعني من الجلد ولون وبني. I put a basket at the front of the bike. حتيت سلة في مقدمة الدراجة. so my sister can put her toy cat. علشان كده اختي منكم تحط قطتها اللعبة. and there when she rides her bike. I took a photo of the bike. so you can see it. انا اخدت صورة للدراجة. منكم تشوفها. what do you think? ماذا تعتقد? how many angles can you see? كمعدد الزوايا اللي انت شايفها. do you think she will like it? هل تعتقد ان هي هتحبها? وراح قال له شهاب. اوكي. هنا عندي حضرات حاجة اسمها giving opinions. يعني اعطاء الرأي. لما اجلقوا الرأي بقول I think that. اعتقد ان هذا. وتقول رأيك مثلا. I think that's good. I think that's bad. I feel that. in my opinion. it's clear that. it's obvious that. من الواضح ان. اه على سبيل المثال مثلا. I think that I can recycle this bike. اعتقد انني استطيع ان اعمل عادة تدوير لهذه الدراجة. I feel that my brother likes the red color. اعتقد ان اخي بيحب اللون الاحمر. وهكذا. هنا عندي بقى اسئلة على الدرس الرابع. right angle. الزاوية القائمة is 90 degrees. هي مقياسها 90 درجة. and obtuse angle. الزاوية المنفرجة is bigger than right angle. اكبر من الزاوية القائمة. acute angle. الزاوية الحدة is smaller than right angle. اصغر من الزاوية القائمة. we measure. نحن نقيس ان انجل الزاوية in degrees. بالدرجات المقوية. بالدرجة يعني. اكي? ننتقل هنا الى سؤال القطعة. is very important. اعادة التدوير مهم جدا. it saves our money. بتوفر فلوسنا. when we recycle. لما بنعمل اعادة التدوير. we use our all the things. بنستخدم اشياءنا القديمة. and don't buy new ones. my brothers birthday is tomorrow. i want to buy him a present. اعادة اشتري له دية. but i don't have money. ولكن لا املك مال. i have an old bike in the shed. i want to take the bike. clean it. paint it red. because it's my brother's favorite color. i want to put a new brown leather seat on it. i want to put a small basket at the front of it. my birthday. my brother. my ايه? brother. عيد ميلاد اخي. okay? my brother. الون اخر مفضل هو ال red. الون الاحمر علشان هو هنا جاء ال red اهو. في القطعة. where do you have old bike? عندك الدراجة القديمة دي عندك فين? in the shed. بقى اللي جابة هي حضرات. in the shed. in the shed. هو عنده دراجة بس فين? in the shed. يعني في الخزانة. in the shed. what do you want to put at the front of the bike? عايز يحط ايه? في مقدمة الدراجة. a small basket. اه. a small basket. عايز يحط سلة صغيرة. يبقى هنا هنكتب. a small basket. سلة صغيرة. سؤال. choose. a is an amount of space between two straight lines. دي الانجل. يعني الزاوية هي كمية من المساحة بين الخطين الم Usaqmine. we measure angle in degrees. من جيسى زاوية بالدرجات. a angle is nine. دي 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 دي. زاوية القائمة. مكيسها 90 angle is bigger than right angle طبعا زاوية المنفرجة اكبر من زاوية القائمة angle is smaller طبعا زاوية الحدة اصغر من القائمة there are angles يوجد ايه زاويتين طبعا في تارية الحدة المنفرجة والقائمة we have an old bike in the shed عندنا دراجة قادمة فين في الشد في الخزان we use paint to protect the bike we use special paint مستخدم دهان خاصة عشان نحمي الدراج هنا سؤال الترتيب a right angle is 90 degrees يعني الزاوية القائمة مقاسها 90 درج and optis angle الزاوية المنفرجة is bigger than اكبر من right angle الزاوية القائمة i think انا اعتقد that i think that that اعتقد ان هنا سري recycling اعادة التدوير is important يهم i think that recycling is important ضع ترقيم هنا هنعمل تمورو وهنا لارا وهنا في اباسترو وهنا فول ستوب بقى انا عندي كده اربع علامات هنعمل موضوع عن my bike my bike دعنا هنا انا نالف كده 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 مثل مع بعض اولاك my brother's birthday يعني عيد ميلاد اخي is tomorrow غدا i want to buy i want انا عايز to buy انا اشتري a present هدية but ولكن i don't have money i don't have money ما عنديش فلوس so لذلك i took انا اخذت the old bike الدراجة القديمة i recycled it انا اعادت تدويرها i painted انا لونتها مثلا red احمر because my brother like is red لان اخي بيحب ايه ارحب اعبد انا وضعت a new seat مقعد جديد وبكده يا حضرات نكون خلصنا شرح الدرس الرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته